ساهم عيد الربيع الصيني لعام 2023 بوصول السياحة والاستهلاك في تايلاند إلى ذروتها وقد أقامت العديد من المناطق في تايلاند عروضا ضوئية وعروض ألعاب نارية وعروضا للغناء والرقز للاحتفال بسنة صينية الجديدة كما تم تزيين مراكز التسوق الكبيرة في جميع أنحاء البلاد بزخارفة خاصة بعام الأرنب وأقيمت معارض الاستلاع الصينية وأصبح الحي الصيني في بانكوك بشكل خاص المنطقة الأكثر نشاطا سياحيا واستهلاكيا خلال عيد الربيع ووفقا لنتائج أبحاث المؤسسات الأكاديمية التايلندية فقد عزز الاستهلاك خلال عيد الربيع الانتعاش الاقتصادي في البلاد بعد الجائحة ووصل إجمالي الاستهلاك إلى 45 مليار بعد تايلاندي أي حوالي 9.3 مليار يوان وتوقع 38.4% من الناس ارتفاع الاستهلاك خلال عيد الربيع هذا العام بشكل كبير 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 موسيقى موسيقى